هنا في هذا المكان هتقولي المكان ده هنا في هذه الكنبة الكنبة دي كابتن سيد عبد الحفيز كان متواجد معي على الهواء مباشرة الساعة 3 الصبح أو 2 ونص الصبح بعد فوزنا بالسوبر الإفريقي ورجوعنا كان هنا تفضل الحقيقة مستر موسيماني أنه هو يكون معنا هو الكابتن سيد عبد الحفيز وفي هذه الكاوتش أو الكنبة دي كابتن سيد عبد الحفيز قال كلمتين ممكن نسمحهم يا سامير لو سمحت ونرجع أنت اللي موجودين في الوقت الحالي هم الناس اللي أنا هكمل بها أفريقيا وإن شاء الرحمن أنا أخده ولينا حاجة عند التراجي من 2018 عايزين ناخده لينا حاجة عند التراجي عايزين ناخده آه عايزين ناخده عايزين ناخد الحاجة دي بإذن الله يعني طبعا فرقة التراجي فرقة كويسة وفرقة محترمة وبيننا وبين بعض يعني يعني أعلاقة كويسة جدا 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 ويكفي إن انت تقول لأهل والتراجي عشان تعرف مدى همية اللقاء لكن إحنا لنا حاجة عند التراجي من 2018 عايزين ناخده إن شاء الرحمن فمش منطق إننا يبقى فيه كلام بعيد عن الحقيقة اللي إحنا عايشين إحنا عايزين نعيش حالة ملناش علاقة لا يميننا ولا شمالنا ولا ورانا ولا قدامنا غير التراجي يعني ملناش غير التراجي كان عندنا حاجة عند التراجي من 2018 وكنا عايزين ناخده هذا الكلام أو هذه الحلقة كانت على الهواء مباشرة كانت ساعة 2.30 صباحا أو 3 صباحا وحضراتكم كنتوا قاعدين بتتفرجوا على هذه الحلقة وكابت سيد عبد الحفيز واحد من الحقيقة من الناس اللي دايما بيبقى ليها بعض الجمل اللي بتؤثر في الجمهور الأهلاوي والحقيقة الكلمة دي من ساعة ما قالها هنا معانا على شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال برنامج أو كانت تغطية خاصة ساعتها أو لقاء خاص ما كناش لسه بدأنا برنامج البيت الكبير والكلمة دي بترن في كل ودان كل أهلاوي كل أهلاوي بتزن في ودانه هذه الكلمة لغاية مبارح لغاية مبارح الحقيقة حاجات كابتن سيد دايما بيقولها زي ما قلت لحضراتكم هذا الرجل الكبير بالنسبة لي أنا بحب سيد جدا كابتن سيد بحبه جدا وكل جمهور النادي الأهلي بيحبه مبارح ليه لقطة رائعة الحقيقة أنه هو قد إيه كان عايز يعني حسيت كده أنه هو إيه بيجز على سنانه وعايز ينزل الملعب يعني لما الحكم لم يحتسب براكلة الجزاء لأنها الحقيقة واضحة جدا مش محتاجة أي كلام ولكن في النهاية زي ما قلت لكم على الكنبة دي كابتن سيد قال الكلمتين دول ما قلت لكم